أعلنت وزارة الداخلية ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الغربية لقيمه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وكذل التجارب العملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون أوضحت وزارة الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الشخص بحافظته مليون واربعمائة ألف دولار وعدد من العملات الأجنبية المختلفة ومحفظتين على منصتين إلكترونيتين بهما أرصدة دولارية رقمية ولابتوب وهتف محمول وعقد شراء للعقارات هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 130 مليون جنيه وتم اتخذ الإجراءات القانونية